رئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد حرص بلاده على تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع إفريقيا منوها بالقدرات الكبيرة التي تتمتع بها القارة الإفريقية واعتبر أن بلاده تعد شريكا مهما لإفريقيا وتعهد بأن تولي روسيا اهتماما خاصا بتوريد الحبوب إلى إفريقيا بما في ذلك المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ولفت إلى أن بلاده قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية مضيفا أن الطبع الأولى لقمة روسيا إفريقيا في 2019 أعطت دفعا للتعاون بين الطرفين حيث بلغ حجم التبادل التجاري البيني 18 مليار دولار في 2022 وهو رقم مرشح للارتفاع أكثر في المستقبل في ثلاث أو الأربع أشهر المقبلة سنكون قادرين على ضمان إمدادات مجانية لـ 25 إلى 50 ألف طن نحو الدول الإفريقية كم بوركينافاسو، زيمبابوي، مالي، الصومار، إفريقيا الوسطى وإيريتيليا وسنوفر أيضا التوصيل المجاني لمتجاتنا كما نوها من جانب آخر بارتفاع التبادلات التجارية بين روسيا والقرى الإفريقية التي زادت بـ 35% خلال السوداس الأول من العام الجاري أما رئيس جزر القمر غزالي عثماني وهو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي فأكد على أهمية الشراكة الإفريقية الروسية مبرزا دور هذه الشراكة في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعرفها إفريقيا والعالم اليوم كما سمحت قمة 2019 بتوقيع المؤسسات الإفريقية والروسية ما يقارب مئة عقد ومذكر التفاهم وشراكة غطت قطاعات اقتصادية وخدماتية مختلفة بقيمة مالية إجمالية فاقت رليون روبل وفق روس كونغرس الهيئة المنظمة للقمة والمنتدى الاقتصادي روسيا إفريقيا